محمد فريد حجازي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الرئيس السيسي يوجه الجيش والداخلية باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر قوة إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تضبط مخزن أسلحة وذخائر ثقيلة للتكفريين وسط سيناء تواصل محادثات جناف وسط أجواء من التوتر بين طرفي المحادثات وديمستورا يدعو الوافدين لتخلي عن الشروط المسبقة وإحراز تقدم حقيقي موسيقى الثانية عشرة ظهرا في القاهرة العاشرة بتوقيت جرينيتشا معد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل للأخبار أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير مرحبا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بألف خير البداية حيث تبادل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والسمو وملوك ورؤساء أمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق وأخلص تهنيه بهذه المناسبة العطرة داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وهم ينعمون بالصحة والسعادة وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما بعث الرئيس السيسي بهذه المناسبة برقية إلى مسلم مصر المغتربين هذا وقد تلقى الرئيس برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته ولمصر بالمزيد من التقدم والازدهار خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف كلف الرئيس السيسي القوات المسلحة والداخلية بإعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال ثلاثة أشهر وأوضح الرئيس السيسي في كلمتها أن مصر تواجه حربا مكتملة الأركان حاليا تهدف إلى كسر إرادة المصريين ووقف مسيرة التقدم والبناء بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الوطن ممن سقطوا جراء الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف جموع المصلين بمسجد الروضة بمنطقة بئر العبد شمال سيناء شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز الأزهر للمؤتمرات حيث ألقى سيادته كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها أن مصر تواجه خلال الأعوام الماضية حربا تسعى لتقويد الدولة والنيل من أمنها واستقرارها إن مصر تواجه خلال الأعوام الماضية حربا مكتملة الأركان تسعى إلى هدم الدولة والسنزاف جهودها للحيلولة دون استقرار هذا الوطن والزهار حرب تقودها فئة تتوهم أن الشعب المصري ستوقف على الماضي في مسيرة البناء والتنمية وتدعم تلك الفئة البغية قوة خارجية تمدها بالسلاح والأموال والعناصر الإرهابية سعيا من تلك القوى لفرض هيمنتها على المنطقة وإثناء مصر عن القيام بدورها الإقليمي الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة وشرطة المدنية باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر بشتى الطرق مع استخدام القوة الغاشمة في سبيل ذلك معلنا أن مدينة بئر العبد ستشهد تنمية حقيقية تجعلها نموذجا يحتذا به وأكد هنا مرة أخرى أن دماء شهدائنا لن تذهب سدى وألزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله أنت مسؤول أنت مسؤول خلال ثلاثة شهور عن استعادة الأمن والاستخرار في سيناء أنت وزارة الداخلية خلال ثلاثة شهور تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهدكم وبتضحياتكم أنتم والشرطة المدنية تستعيد الاستقرار والأمن في سيناء وتستخدم كل القوة الغاشبة كل القوة الغاشبة وشدد الرئيس السيسي على أن الأئمة والعلماء هم كتائب النور التي يعول عليها لمحاربة قوى الظلام مشيرا إلى أن مصر تعرضت على مدار خمسين عاما ماضية لضربات إرهابية أضرت باقتصادها وأكد الرئيس السيسي أن دور الجميع هو الحفاظ على البلاد في منطقة تعاني من انهيار عدد من الدول أنتم كلكم اللي موجودين هنا دلوقتي كتائب النور التي واجب عليها بصراحة كده أن هي تشيل الظلام الظلام اللي إحنا اللي إنتوا شايفينه ده أنا بس عايز أقول لكم حاجة كنت بكلم فيها مع زملائي قبل ما نبدأ الجلسة دي بقول لهم بقلنا تقريبا خمسين سنة بقلنا خمسين سنة والعملات الإرهابية دي بتضرب أنا بتكلم على مصر دلوقتي وقول لهم لو سمحتم اعملوا محاكاة للاقتصاد المصري لو لم يتعرض لهذه الضربات خلال الخمسين سنة اللي فاتوا دول وقولوا لي شكل مصر كان عامل إزاي وقد قام الرئيس السيسي بتكريم ثمانية من العلماء والأئمة والمهتمين بشؤون الدينية في مصر والخارج حيث قام بمنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم العلمية والدعوية لدعم القضايا الإسلامية حضر الاحتفال القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من علماء الأزهر الشريف وزارة الأوقاف وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة وبعض الشخصيات العامة من رجال الفكر والأدبي والإعلام على أرشوان النيل مازلنا نتواصل مع حضراتكم حيث أعلن المتحدث العسكري عن تمكن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط مغزن تابع للعناصر التكفيرية بوسط سيناء به مجدوفات مضادة للدبابات وكميات كبيرة من مادة الـ TNT شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأحزمة ناسفة وقضائف هون وقال المتحدث العسكري إنه في إطار الجهود المكثفة للكوات المسلحة لدحر الإرهاب من شمال ووسط سيناء تمكنت القوات أيضا من اكتشاف وتدمير ثلاثة أوقار ودراجتين ناريتين خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء بحث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريقة والصدق الصبح مع نظيره الرؤسي سيرجيش ويجو تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في ضوء الحرب على الإرهاب هذا وقد عقد الوزيران جلسة مباحثات مهمة ترقص خلالها الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية استقبل الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول سيرجيش ويجو وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في ضوء الحرب على الإرهاب وما يفرضه من تحديات إقليمية ودولية والجهود والمساعي الثنائية لكل البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط كما عقد الجانبان جلسة مباحثات هامة ترأس خلالها الوزيران الاجتماع الرابع لللجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية والتي تناولت عددا من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين وأكد الفريق أول صدق صبحي قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية وما تتميز به من طبع استراتيجي ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والمواقف المشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي على زيادة التعاون في المجالات العسكرية والصناعية والتدريبات المشتركة بين مصر وروسيا مؤكدا على الدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وأدان شويجو الحادث الإرهابي الأخير مؤكدا دعم وتضامن بلاده الكاملة مع مصر في معركتها ضد الإرهاب في ضوء ما يمثله من تهديد خطير لجميع شعوب العالم وفي نهاية الجلسة قام الفريق أول صدق صبحي والفريق أول سيرجي شويجو بالتوقيع على محضر الاجتماع الرابع لللجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية وعقب انتهاء الزيارة قام القائد العام بتوديع وزير الدفاع الروسي في مطار القاهرة الدولي يتوجه وزير الخارجية سمح شكري إلى روما اليوم للمشاركة في منتدى حوار المتوسط الذي تستضيفه العاصبة الإيطالية خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر المقبل ويبحث المؤتمر الذي يُعقد في إيطاليا للمرة الثالثة مختلف القضايا التي تهم الدول الواقعة على ضفتي حوض البحر المتوسط أهمها كيفية المحافظة على الاستقرار السياسي لهذه الدول بما يتيح فرص التبادل والحوار والأمن المشترك من خلال بناء استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وطرق الحد منها مع احترام حقوق الإنسان تتواصل بالقاهرة أعمال المؤتمر السنوية الثانية عشر لجمعية نواب العموم الأفريقى تحت عنوان التقنيات الحديثة للتحقيق والإدعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية يستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ثلاثة عشرة دولة إفريقية إلى جانب مصر بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة بهدف وضع إيطار من التعاون القضائي الشامل بين سائر دول القارة الإفريقية انطلقت في القاهرة فعليات الاجتماع العام والمؤتمر السنوي الثاني عشر تحت مظلة جمعية النواب العموم الأفارقة إن الواقع العملي ينبئ بجلاء عن أن هذا التعاون قد بات ضروريا وملحا وحتميا باعتبار أن أي دولة لا تستطيع في الوقت الحالي أن تعمل بمعذن عن باقي الدول خاصة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب والجريم المنظمة العابرة للحدود ومواجهة طرق تمويل تلك الجرائم والقائمين عليها والذين تتطور أساليبهم الإجرامية بواتيرة متسارعة تستند إلى آليات التطور التكنولوجي على نحو يتطلب مواجهتها بطرق أكثر تطورا يناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها لاتحاد ضد الجريمة والاستمرار في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها على المستوى الدولي ومواجهة كافة الأساليب الإجرامية أشكر مصر على استضافة الاجتماع الثاني عشر لجمعية نواب عموم أفريقيا من الضروري التنصيق الكامل بين كافة الدول لجذب المزيد من الدول الأفريقية للاشتراك في الجمعية من أجل التعاون في شتى التشريعات والقوانين التي تواجه الجريمة عابرة الحدود الدول الأفريقية المشاركة في هذه الجمعية تعهد بالتوحد في مواجهة الإرهاب وتبادل المعلومات الذي يعد أحد الطرق الفاعلة لمكافحة الجرائم في إفريقيا لأن توفر المعلومات يعد ضمانة هامة لتنفيذ مسؤوليتنا بطريقة أكثر فاعلية ينعقد خلال المؤتمر عددا من الجلسات بعنوان أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجارب المخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة على فتحي النيل أكدت حركتها حماس وفتح إسرارهما على استكمال اتفاق المصلحة وإنجاحها باعتبارها خيارا فلسطينيا جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قطاع غزة عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية بحضور الوفد الأمني المصري التحية إلى شعبنا الفلسطيني الذي نرسل له يعني رسالة طمئنا أننا قادمون إلى تحقيق المصالحة إن شاء الله ولا خيار آخر بحث المبعوث الأممي الخاص لعمالة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مع الوفد الأمني المصري تطورط ملف المصالحة الفلسطينية وقال ميلادينوف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماعات بالوفد المصري في قطاع غزة قال إن مصر تبدل كافة الجهود من أجل تمكين حكومة التوافق في غزة وتتحمل مسؤوليتها في كل المجالات وأنه يجب أن تستمر الجهود خلال الأيام القادمة من أجل دعم المصالحة وطالب ميلادينوف بأهمية أن تحل جميع قضايا القضايا خطوة خطوة بما فيها ملف الموظفين في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع تتواصل جولة مباحثات تتواصل جينيف ثمانية بين وفدي الحكومة والمعرضة السورية حيث من المقرر أن يلتقي اليوم المبعوث الدولي ديمستورا الوفدين كلا على حدها كان ديمستورا قد دعا الطرفين إلى المشاركة بجدية في المحادثات دون أي شروط مسبقة معتبرا أن الوقت قد حان التركيز على إحراز تقدم حققه في العملية السياسية من أجل الشعب السوري بعد أن كان يعول عليها كثيرا تلقت الجولة الثامنة من مفاوضات السلام السورية في جينيف ضربة بعدما رفض وفد الحكومة السورية مقترحا بتمديدها حتى الخامس عشر من ديسمبر القادم المقترح عرضه المبوث الخاص للأمم المتحدة بشأن سوريا ما أعرفه هو أننا نعتزم تمديد الاجتماعات الأسبوع القادم ونعتزم الاجتماع بالوفد الحكومي السوري الأسبوع القادم أيضا والآن إذا كان أحد يريد خضاء عطلة أسبوعية فلا منع لدينا دائما لإجراء مشاورات والمهم هو أن لدينا عملية مستمرة من المناقشات وتأخر وصول الوفد الحكومي إلى جينيف يوما واحدا من انطلاق الجولة احتجاجا على تمسك وفد المعارضة بمطلب تنحي الرئيس بشار الأسد الوفد أكد التزامه بالفترة المحددة في الدعوة الرسمية للمفاوضات التي تنتهي في الأول من ديسمبر المقبل موقف جاء على النقيد من موقف المعارضة السورية في البداية اعتقدنا أن الجولة ستستمر لأربعة أو خمسة أيام لكن المبعوث الخاص يرى الآن أن يتم تمديدها حتى الخامس عشر من ديسمبر ونحن جاهزون للمساهمة في مفاوضات مباشرة متواصلة وجد وتبدو مهمة ديمستورا الذي كان يأمل بإمكانية تحقيق تقدم حقيقي في هذه الجولة أكثر صعوبة مع تبادل طرفي النزاع الاتهامات بمحاولة عرقلة الجهود السياسية لوقف الحرب السورية المستمرة منذ ما يخرب من سبع سنوات وللمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور جورج جبور المفاكر السياسي دكتور جورج بعد التحية المبعوث الأممي ديمستورا يصر على هذه الجولة أو في هذه الجولة على التركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري في رأيك كيف يمكن أن يتحقق هذا التقدم وأن كلا الطرفين يرفض المفاوضات المباشرة فلنقول قبل كل شيء أن التقدم مطلوب ومطلوب من الشعب السوري قبل أي أحد الشعب السوري هو الذي يعاني ومن أجل أن يكون الشعب السوري مرتاحا فالتقدم في المحادثات مطلوب هذا التقدم يمكن أن يحصل فيما إذا تمسكنا بنص القرار 2054 واعتبرناه المرجعية الأولى معنا أن قرارات الأمم المتحدة كثيرة ولأن قرارات الأمم المتحدة كثيرة فإن تفتيراتها تتبع أهواء الأطراف التي نتهمهم هذه القرارات حين نتحدث بيان الرياضة الثنين عن أن البندى الأول هو فنحفي الرئيس بشار الأسد عن السفن وهو يعلم أن مثل هذا المطلب غير وارد بهذه السيرة في القرار 2054 فمعنى ذلك أن وفد المعارضة هو الذي يحول دون التقدم نعم نعم طيب سيد جبور في رأيك ما هي الخطوات التي من الممكن أن ينفذها أو يقوم بها وفد الحكومة السورية حتى نستطيع أن نقول أن هناك تقدم من قد أحرز في هذه الجولة من مفاوضات جينيف وأيضا ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها وفد المعارضة السورية حتى نقول نفس الشيء هذا سؤال ينبغي أن يجيب عنه سيد ديمستورا هو الأدراء هو الذي يتابع هو الذي له التفريد الدولي ليس لي أي تفريد دولي ليس لي أي تفريد محلي أيضا ما أستطيع قوله كمواطن سوري يعاني من استمرار الإستالات في سوريا هو أن الطرفين ينبغي أن يضعا مصبع عينهما الوصول إلى اتفاق إلى مصالح فين يأتي مؤتمر الرياض ويبدأ ديانه بما يعلم أن الطرف الآخر يرخبه ومعنى ذلك أن علي أن أشكك في نوايا ذلك الوحيد في الوصول إلى توافق سلأقل أيضا شيئا قطر لبالي وتأتمنه قضعه أمام مشاهديكم هناك تصريحات لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق هذه التصريحات فيما إذا أحب السيد ديمستورا أن يدقق فيها فلعله لعله يرى أن من المناسب نعاد النظر في تشكيلة كثير من الأمور وفي سياغة بعض قرارات الأمم المتحدة تلك فكرة خسرت ببالي وأنا أستمع إلى حمد بن جاسم حين يقال أن أمريكا طلبت أن السعودية فعلت كذا أن قطر فعلت كذا أن الطريبة حربت وهم ما يزالون يتهاوشون حين يقول أن هناك 137 مليار دولار أنفقت فأنا أود أن أعلم مؤتمر الرياض أولئك الذين أتوا من مؤتمر الرياض هل كان لهم نصيب في 137 مليار دولار نعم وصلت الفكرة يسألها المواطن السوري يوميا يسألها يوميا تمام وصلت الفكرة أنا أحب نعم وصلت الفكرة شكرا لك دكتور جورج جبور المفكر السياسي كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق نتحول إلى الملف اليمني حيث قتل 14 من المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله الصالح في صنعاء في مواجهات مسلحة بين الجانبين المناهضين للحكومة اليمنية اندلعت المواجهات حول مسجد الصالح وسط العاصمة صنعاء لدى محاولة الحوثيين السيطرة على المسجد عشية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف معارك عنيفة ما زالت مستمرة بين ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على وسط صنعاء أوقعت عددا من القتلى والجرحة المواجهات اندلعت حول مسجد الصالح الأكبر الذي يقع وسط العاصمة اليمنية بعدما سعى الحوثيون إلى السيطرة عليه عشية أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لكن حراس المسجد المؤيدين لصالح رفضوا ذلك ما أدى إلى مواجهات مسلحة بين الجانبين المعارك التسعت وشملت أحياء مجاورة يسيطر عليها أنصار صالح وقامت عناصر قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع بقتل العشرات من عناصر الحوثي واستولت على سبع عربات مسلحة تابعة لهم في حين سيطرت عناصر من ميليشيات الحوثي على ميدان السبعين لإقامة مهرجان جماهري فيه بمناسبة المولد النبوي الشريف يذكر أن هذا التوتر ليس هو الأول من نوعه بين الجانبين المتحالفين ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فقد سبق وأنخاض الطرفان مواجهات بعد هجوم في صنعاء نسب إلى الحوثيين وأدى لمقتل أحد المقربين من صالح كان الطرفان قد سيطر على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر 2014 تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية ريزا مي اليوم زيارة عمل للأردن خلال جولتها الشرق الأوسطية والتي تستمر ثلاثة أيام والتي شاملت العراق والسعودية وذلك في إطار مسعيها لتعزيز علاقات بريطانيا بدول المنطقة وخلال زيارتها للمملكة العربية السعودية حثت مي على ضرورة السماح بتطفق الإمدادات التجارية في اليمن لتفادي كارثة إنسانية كما تناولت مباحثات مي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة قرر زعماء دول أوروبية وإفريقية بينها ليبيا خلال اجتماع عاجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في أبيجاند إجراء عمليات إجلاء طارئة في الأيام أو الأسابيع المقبلة للمهاجرين الذين يشكلون ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر في ليبيا وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن البلدان المشاركة في الاجتماع قررت أيضا العمل على تفكيك شبكات التهريب وتجميد حسابات المهربين الذين يتم التعرف عليهم على أن يشكل الاتحاد الأفريقي أيضا لجنة للتحقيق وأعرب ماكرون عن أمله في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا باعتباره الحل الدائم والوحيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل الاقتصادي بعد الاختبار الصاروخي الأخير الذي أجرته بيونج يونج واشنطن تتوعد بتدمير النظام الكوري الشمالي وتدعو جميع الدول إلى مقاطعته ديبلوماسيا وتجاريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وألزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم قدام شعب مصر كله أنت مسؤول أنت مسؤول خلال ثلاث شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء أنت وزارة الداخلية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الرئيس السيسي يوجه الجيش والداخلية باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تضبط مغزن أسلحة وذخائر فقيلة للتكفيريين بوسط سيناء تواصل محادثات جينيف وسط أجواء من التوتر بين طرفي المحادثات وديمستورا يدعو الوفدان للتخلي عن الشروط المسبقة وإحراز تقدم حقيقي أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع الزميلة حنان الخولي إليك حنان دينا وشيهاب شكرا لكم ومشاهدين أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أعضى الله عليكم على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأهم معنوين النشرة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.5% خلال العام المالي 2018-2019 إلى التفاصيل حيث قالت وزارة المالية أنها تستهدف في مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 خفض العجز الكلي ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي مقابل 10.9% في 2016-2017 وعجز مستهدف بنحو 9.5% في العام المالي الحالي أشرت الوزارة في منشور لإعداد الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى خفض مستويات الدين العام الحكومي في حدود 94% من الناتج المحلي من نهاية يونيو 2019 وذلك اتساقا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال نفس العام في سياق منفصل أعلنت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالي عند 16 جنيه أعتبارا من غد الجمعة ولمدة شهر أشرت الوزارة إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يتسق مع استمرار استقرار سعر صرف العملات خلال الفترة الماضية وأحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصرية يذكروا أن الوزارة كانت قد أعلنت في أول شهر نوفمبر للجاري عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه حتى نهاية الشهر أطلقت وزارة الزراع والسصلاح الأراضي أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقي ضمن مشروع الحيازة الإلكترونية وكرت الفلاح الذكي حضر الافتتاح الدكتور عبد المنعم البنة وزير الزراعة والسصلاح الأراضي واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ووزير التنمية المحلية وعدد من المسؤولين وقال الدكتور عبد المنعم البنة إن مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية سيتم استخدامه لإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة ليساهم في دعم اتخاذ القرار نتحول للبرسة المصرية التي ربحت مؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع الجاري المقتصر على أربع جلسات بسبب عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف ووصل الربح أو المكاسب للمؤشرات لنحو 24.5 مليار جنيه ليبلغ رأس مالها السقي 814.1 مليار جنيه مقابل 789.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق وبارتفاع بلغ نحو 3.1% وقد أظهر التقرير الأسبوعي للبرسة المصرية ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسة وثانوية بشكل جماعي تشارك مصر اليوم الخميس في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبيترول أوبك بصفة مراقب في الاجتماع الوزري العادي لدول المنظمة والتي تعقد في العاصمة النمسوية فيينا وقال وزير البترول المهندس تارق الملا إن مشاركة مصر تأتي تلبية لدعوة المنظمة العالمية لمصر للمشاركة في الاجتماعات بالصفة مراقب حيث تترقب أسواق البترول العالمية وما تصفر عنه هذه الاجتماعات من المقرر كذلك أن يجري الملا على هامش الاجتماعات عدة مشاورات مع وزراء النفط والطاقة بالدول العربية والأجنبية من كبريات الدول المنتجة للبترول يجتمع اليوم وزراء النفط لدول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ومجموعة أخرى من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في فيينا لتقرير مصير اتفاقهم بشأن خفض انتاج النفط الذي ينتهي بنهاية مارس المقبل وقد اتفقت دول أوبك بقيادة السعودية مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على تفعيل اتفاق خفض انتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في محاولة لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية بعد هبوط الأسعار إلى أقرب من 30 دولار للبرميل ما زلنا نواصل أخبار النفط ولكن هذه المرة في العراق حيث قال مدير عمليات حقل الروميلة النفطي العراقية إن العراق يخطط لزيادة انتاج الحقل العملاق إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في 2018 وأضاف مدير عمليات حقل الروميلة أن انتاج الحقل الذي تطوره شركة بي بي البريطانية وشركتها الصمية سي أن بي سي يبلغ نحو 1.45 مليون برميل يوميا حاليا موضحا أن معدل الانتاج السنوي المخطط لعام 2018 هو مليون وخمسمائة ألف برميل يوميا وينتج الحقل الذي يقدر حجم احتياطياته بنحو 17 مليار برميل الجزء الأكبر من إجمالي انتاج العراق من جنبه قال وزير النفط العراقي جبار العيبي إن العراق يعتزم طرح مناقسة لبناء خط أنابيب جديد لتصدير خام كاركوك خلال أسبوع وأضاف اللعيبي أن الانتاج الحالي من كاركوك يصل إلى نحو 80 ألف برميل يوميا تنقلب الشحنات إلى محطات الكهرباء والمصافي المحلية متوقعا أن يتمكن خط الأنابيب الجديد من نقل 300 ألف برميل يوميا يذكر أن الحكومة المركزية العراقية استعادة الشهر الماضي سيطرت على حقول كاركوك من قدة إقليم كردستان العراق شبه المستقلة أخيرا سجل عملاق الغاز الحكومي الروسي جاز برام زيادة بمقدار الضعف في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد تحقيق أرقام قياسية جديدة في صادراته إلى أوروبا وبلغت الأرباح الصفية لجاز برام بين يوليو وسبتمبر بنحو 200 مليار روبل أي بحوالي 3.3 مليارات دولار أي ضعف ما حققته في فترة نفسها من العام السابق عليه ويأتي هذا التحسن الملفت في أداء جاز برام في الوقت الذي حققت فيه صادراته إلى أوروبا التي تشكل قسما كبيرا من أرباحها الإجمالية أرقاما قياسية وصلنا مشاهدينا لختم نشر الاقتصادي شكرا للمتابعة فانو راماني المستمرة معكم وإليكم ومرأة أخرى دينا وشيهد شكرا رفضت روسيا اليوم دعوة الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا فاليستيا عابرا للقارات واتهمت واشنطن بمحاولة استفزاز بيونج يونج كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حسدت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي جميع الدول على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية محذرة من أن نظام كوريا الشمالية سيتم تدميره في حال اندلاع حرب بالمنطقة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة أحدث عملية إطلاق صاروخية أجرتها كوريا الشمالية دعت الولايات المتحدة كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية محذرة من أن النظام الكوري الشمالي سيضمر بالكامل في حال اندلاع حرب بالمنطقة ديكتاتور كوريا الشمالية اتخذ قرارا يدفع العالم باتجاه الحرب نحن لم نسعى أبدا لخوض حرب مع كوريا ولا نسعى إلى ذلك اليوم ولكن إذا وقعت حرب فستكون بسبب الأعمال العدائية المتواصلة مثل الذي شهدناها مؤخرا وإذا ما وقعت حرب فليس هناك أي مجال للشك في أن النظام الكوري الشمالي سيضمر بالكامل من جهتها أقرت روسيا أن استهتار بيونج يانج بقرارات مجلس الأمن يستحق إدانة حازمة مؤكدة أنها لن تقبل أطماع بيونج يانج بالحصول على قوة نووية كما اعتبر سفير روسيا في الأمم المتحدة أن تدريبات واشنطن وصول العسكرية المشتركة بمثابة اختبار لصبر بيونج يانج أما مصر فقد أدانت التجربة الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج مؤكدة أنها تعرض السلم الإقليمي والدولي للخطر تستمر مصر في إدانة أنشطة كوريا الشمالية للتسلح النووي والتطوير وإطلاق الصواريخ الباليستية بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر بأشد العبارات كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أعلن أن بلاده باتت دولة نووية بعد أن اختبرت بالنجاح نوعا جديدا من الصواريخ قادر على استهداف القرار الأمريكية برمتها وذلك على الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي بأن كوريا الشمالية لن تتمكن من تطوير قدراتها النووية نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد أخبار الرياضة دار أبيرا دمشق تشهد احتفالية موسيقية بمشاركة نحو 200 طفل سوري من النازحين اشتركوا في القناة ما هو قادم الأخبار الرياضية؟ أخبار الرياضة مع الزميلة إيمان الشيخ إلى كمين الكرام في هذه الوقفة الرياضية وأبرز ما نطلعه فيها الجمعية العمومية للأهل تنتخب اليوم مجلس إدارة النادي بين 36 مرشحة تحية لكم مشاهدين الكرام مجدداً ونبدأ مع انتخابات نادي الأهل حيث يتوافد أعضاء الجمعية العمومية حتى السابعة مساء لاختيار مجلس إدارة النادي خلال الأربع سنوات المقبلة وترشح في الانتخابات 36 مرشحة للفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية بينهم أربعة على مقعد الرئاسة واثنان على منصب نائب الرئيس ومثلهما على منصب أمين الصندوق وتسعة عشر مرشحة على مقاعد العضوية فوق السن وتسعة للعضوية تحت السن وتجري الانتخابات على يوم واحد ومن المقرر أن يبدأ الفارز فور الانتهاء من التصويت في السابعة مساء إلى الدور الممتاز حيث عزز الإسماعيلي صدرته لجدول الدور الممتاز بفوزي الثمين على مضيف وادي ديجلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي في ختام الأسبوع الحادي عشر وسجل هدفي الإسماعيلي القولمبي ديجو كالديرون في الدقيقة السابعة وإبراهيم حسن في الدقيقة الرابعة والستين قبل أن يقلص الفارق لوادي ديجلا لعبه أسامة عزب بتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة والثمانين الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة في صدارة الدوري وبفارق أربع نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني بينما وصل ديجلا نتائجه السيئة في الفترة الأخيرة ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط فقط في المركز السادس عشر وفي لقاء آخر المشاهدين الكرام تعادل فريق سموحة مع نظير الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما سجل لعب سموحة محمد حمدي هدف التقدم في الدقيقة الحادية والأربعين ثم تعادل محمد ناجي جدو للاتحاد في الدقيقة الثالثة والخمسين وبهذا التعادل ارتفع رصيد سموحة في جدول ترتيب الدوري إلى 16 نقطة في المركز السادس والاتحاد إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر هذا وقد اقتنص الإنتاج الحربي فوزا غاليا على حساب مضيف الداخلية بهدف دون رد خلال المباراة التي جرعت على ملعب كلية الشرطة بالعباسية احرز احمد الصعيد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخمسة والسبعين الفوز رفع رصيد الانتاج الحربي إلى 15 نقطة في حين توقف رصيد الداخلية عند 12 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر اشتركوا في القناة